اول انت عشان انا انا قربت انا كده عريت الحواره كنت برضه تايه شوية اوكي انا عشان اندلوقتي لما بيجي لك اللاعب ده باي صورة ما بتعرف دلوقتي انه هو عنده مشكلة في ارض الملعب يعني عنده مشكلة في التعامل مع ارضية الملعب في مشكلة في عضلاته في مشكلة في رجله فبتبدأ تتحسسها في الراجل ده يبدو انه عنده مشكلة يعني مثلا هاول حضرتك صحي كده بس انا بحاولبسطها انا مش بتكلم علمي لا لا بس وبساطة أوه عشرة أفهم وأستاذ مشاهديني يفهم فضل مثلا أنا بعمل حاجة اسمها فيه برفع من على اللعيب 12 إياس الـ 12 إياس دول أهم واحد فيهم حاجة اسمها الجيت سايكل الخطوة بتاعته شكلها إيه كده يعني الناس بتبقى شايفة ده الـ X وده الـ Y ده المحور الأفق والرأسي الناس بتبقى العددات اللي ظاهرة تحت دي يا أستاذ كريم المعدل والقدرة الجنرال باور بتاع اللعيب إيه بمجرد اللعيب ما يوصل للمرحلة اللي أنا محددتها بيبدأ الجهاز يعمل ألارم انذار الراجل ده ممكن يتصاب الراجل ده ممكن يتصاب طب بناءنا على إيه أي عضلة أو أي لجامنت جوه جسمنا محتاج حاجتين عشان يشتغل محتاج بلد فلو من القلب والقلب ما بيطلعش غير بلد دم طب الكسافة النوعية بتاعت الدم هنا عند الرياضين عند نبض 160 من 1050 لألف ستين كل نبضة من القلب بتطلع سبعين سنتيمتر مكعب دم هتقولي يا غماعة تانية عشان عايزي سألوها عسف بكرة حاجة مهمة فببدأ أعرف الجاسترو كيمياس مصص العضلة التوأمية وصلها دمي قبدي انقلت عن 18 ميلي جرام أبدأ الجهاز يقول إيرور اللعيب كده حيدخل في رابشار في أطع اللعيب كده حيدخل في كرام في تقلص هاي أنا عايز بسي أفهم دي السورة اللي هناك دي اللي هي زاد داية تمام؟ أنا سأسألك السورة دي السورة اللي على السيستم دي السورة اللي المشاهدين شايفيني حلو جدا السورة اللي على السيستم دي بقى إيه الأسهم الخضرة والحمراء والزرق الأسهم الخضرة والحمراء والزرق إحنا مدين للمسلز لون أحمر بحكم أن هي كتلة فبتأخذ المسلز عشان الدب من داخلها لعضلات اللي جامعين تبتأخذ الويت اللون أبيض والمفصل الأخير مفصل الكاحل دايماً اتجاه السحن بتاعته بيبقى اتجاه الأكشن فورص رد الفعل الأرض عشان الجي ماكس بيتأس عليه أوكي العددات دي بقى اللي حضرتك شايفها في الجنب دي بتديلي مثلاً عزم الرجبة دلوقتي كان كان أوكي حالة الرباط الصليبي دلوقتي إيه وده اللي انت بيه عرفت قصة أكرم توفيق بالضبط كده لأن أكرم توفيق اللي الناس مش عارفاه في إصابته هو كان جاي علمياً علمياً أصعب مشكلة لأي لعب كورة واللي حصلت بالفعل تبكال لمروان محسن قبل ما يمشي جاء لقصابة جديدة قوي أصعب متغير هو المومن تقفين هرشي عزم القصور الذاتي أثناء الدوران هايل هو جاي بدوران شديد أوكي فإحنا عندنا دايماً بنقولها كده كل ما هو خالفي مجموعة العضلات اللي في الخلف وأقواهم اللي تسمع الزرصاي كل دي اسمها محركات دفع حاجة بتزقل قدام لكن محركات السبات أو مركبات السبات اللي بتمتصل حركة هي اللي جا منت وخاصة الرباط الصليفة فهو جاي بعزم دوران نص دايرة قطرها 15 و 16 من 100 وجاي بسرعة 29 كيلو في الساعة 29 كيلو متر في الساعة وداخل بدوران شديد فقط أطعت أكرم توفيق مشكلته الرئيسية أن الرجبة مستحيلة يا أستاذ كاري توصل للمد الكامل في الجاري فبتبقى فيه حاجة اسمها سويمينج وفيه مرحلتين والاتنين ما بيدوش بلانس ما بيدوش اتزال 61 و 41 هو جاي بسرعة كبيرة قوي ودخل في ثلاث زوايا مختلفة للقدم يعني دخل الكالكينيس العاقب اللي هو متصل بالأرض دخل في زاوية 106 ودي أعلى كتير قوي والناس فهم يعني يعني فيرجن وإفرجل للقدم دخل الطبيعي للقدم 45 هو دخل في الزاوية الأولى 102 حيث